وبالعودة إلى البيان المشترك للدول الداعية لمكافحة الأرهاب انضم إلينا عبر ساتلايت من لندن الكاتب والمحلل السياسي يسري حسين مساء الخير سيد يسري سع النور نعم البطالب التي تقدمت بها الدول الداعية لمكافحة الأرهاب تتوافق مع كافة المواثيق الدولية يعني برأيك لماذا تتعمد قطر وصف هذه المطالب بأنها غير واقعية كان الموقف القطر دائما هو الهروب والتحلل من كل تلك المطالب والادعاء بأن ليس هناك حقائق فيما تدعيه الدول الأربع والنهاردة وزير الخارجية القطر كان في لندن ودعا أن موقف دول الخليج ومصر هو هدف حرية التعبير القطرية كان يمكن أن يقول حرية التدمير لأن قطر فعلا تقود حلف التدمير في المنطقة وترتب كما قال الوزير سامح الشوكي النهاردة في بيانه تدمير دول وتدمير جيوش عربية وموقفهم من مصر وموقفهم من ليبيا يؤكد أن المخطط القطري بدعم من دول إقليمية وتحالفات مع دول إقليمية فعلا تطبق استراتيجية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لتفكيك الدول الوطنية وتدميرها تطبيقا لنظرية المفكر الإخواني سيد قطبة الذي اتهمت دول الإسلامية جميعا بأنها دول كافرة ولا بد من تدميرها وأعادت بنائها من جديد على أسس الجماعة الإخوانية لأن الإخوان لا يأمنون بالدولة إذ يأمنون بالجماعة ليس لديهم أوطان ولا محبة أوطان وإنما الدولة لذلك الدولة القطرية تبنت هذا المنهج بما يخالف أماني الشعب القطري ذاته ما علاقة قطر بالإخوان المسلمين ما علاقة قطر بتدمير ليبيا أو تدمير مصر والإصرار على تفكيك الدولة المصرية واستضافة كل الإرهابيين وفتح منابر الإعلام أمامهم ليل نهار للهجوم على مصر والنظام المصري والدول العربية والخليجية فهذا البيان الآن فعلا كشف بشكل كامل الموقف القطري وأدانه وأهمل تماما الرد القطري لأنه وصحب وأنه سلبي لا يستحط حصتها الرد سيد يسري يعني بيان الدولة الداعية لمكافحة الإرهاب أكد على سلبية الرد القطري يعني برأيك لماذا تعمدت قطر المماطلة إلى ساعات إضافية بعد الفترة الزمنية الممنوحة لها وتخرج بقرارات سلبية قطر منذ البداية تتهرب وتهرب إلى الأمام تهرب إلى تركيا وتهرب إلى إيران وتهرب إلى تنظيم الدولة هي أعتقد أنها ليست حرة ولا تملك سيادتها رغم التنطن عن السيادة لأنها لا تملك هذا القرار مع علاقة المصلحة القطرية بما تقوم به الأسرة الحاكمة في قطر من مغامرات والدعاءات وأوهام القوة بمحاولة التصور أنه يمكن بناء العالم الجديد على أسس الإخوان المسلمين وعلى أسس الإرهاب وتصفية المعارضين لهذا المنهج الخطير هذا المنهج هو منهج خطير لأنه يقوم على تفكيك الدول وإثارة النعرات الطائفية وتفكيك الخلايا الوطنية في كل دولة من الدول لو تأملت كل الدول التي تعرضت لهذا الخطر القطري لترى أنها فعلا تعرضت للتفكيك من الداخل الفلسطينيين تحولوا إلى حماس وإلى سلطة وطنية وأصبح القطية الفلسطينية هي قضية تخص الإخوان المسلمين ولا تخص الوطن الفلسطينيين وتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية حرة لا أصبح القضية هي ترسيخ المنهج الإخواني داخل غزة والدعوة إلى إقامة كيان إمارة إسلامية في غزة أولا لتهديد الأمن القومي المصري كما يحدث في ليبيا الآن تفكيك دولة كاملة في ليبيا وتاحت كل الفرص أمام مجموعات الدعي النهاية جاهدية وهي تكفيرية تدميرية تدمر الشعب الليبي وتوقع كل يوم الضحايا من المدنيين الأبرياء ولا تحاول على الإطلاق تضميد الجراح الليبية والأتفاق على منهج وطني لإعادة إقامة الدولة طيب سيد يوسري مع كل هذه السياسة التي تعمدتها قطر ألا يدعو ذلك إلى مقاضات قطر دوليا ألا يصلح ذلك لتشكيل ملف لمطالبة قطر دوليا أيضا سيد يوسري بالتأكيد هناك حاسيات كاملة فعلا لإدانة قطر وإدالة المسؤولين القطريين هناك كما قال الوزير سامح الشكري أن هناك وقائع تدين قطر تماما بالإرهاب وتدين قطر فعلا بالعمل ضد المصلحة الوطنية للشعب المصري والشعب الليبي والشعب اليمني كل الملفات هذه تلك موجودة وأن هناك الوزراء الأربع للبعض اليوم تحدثوا عن دور المجتمع الدولي لا تخص الخليج فقط ولا تخص المنطقة العربية وإنما تخص العالم كله هذا الإرهاب الذي ضرب في لندن وضرب في ألمانيا وضرب في فرنسا وراءه قطر وراءه التحريد القطري التحريد الإعلامي منصات تعمل 24 ساعة وصحف هنا في لندن ومراكز بحث ومؤتمرات وكلها تحشد وتصب في عقول الشباب فكرة ما يسمى بالجهاد وهو التدمير تضع في عقل شاب فكرة أنه يدمر دولته ويضم بالوطن وتنزع منه الولاء الوطني تماما وتضع بداله الانتماء إلى الجماعة الإخوانية سيد جسري اليوم ليبيا كشفت عن مخططات قطر في ليبيا هل تعامي قطر عن ذلك يعتبر واقعيا بالنسبة لها يعني هناك أدلة واقعية على تدخل قطر في ليبيا طبعا قطر كل يوم تدخل في الشأن الليبي عندما تصف قائد الجيش الليبي بأنه الواء المتقاعد ده موقف لا تريد أن تعترف بالجيش ولا تريد أن تعترف بالدولة الليبية ولا بالقوى السياسية الموهية لا تعترف إلا بالقوى التكفيرية التي تدعمها وتمدها بالمال والإعلام وتمنحها منصة إعلامية هي منصة إعلامية لداعش والقاعدة وكل الفصائل التكفيرية داخل ليبيا وأيضا الجماعات التي تعاند النظام الوطني المصري ترسح لها مساحة كاملة وتستجلب شخصيات من هنا وهناك ليهاجمون الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدى 24 ساعة كل اليوم تحريض وهجوم متوفرة ففعلا هو ملف كامل من الجرائم جرائم ضد الإنسانية جرائم ضد المنطقة العربية جرائم ضد الإسلام أيضا لأن القطر هي تحرد على تفكيك المجتمعات الإسلامية وتفتيت الوحدة الوطنية في الدول التي تضعها على الخريطة التي تضعها من أجل تفكيك تلك الدول نعم الكاتب والمحلل السياسي يسر حسين شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر